اشتركوا في القناة 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 بالضبط اشتركوا في القناة 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 بيقول لي اشتركوا في القناة 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 زائد المصدر طب وين جات في النص يبقى هجيب الأول طبعا لو كانت جملة خبرية دي جملة استفهمية هبدأ بكود وبعد كده فعل في المصدر أحط وين ويجي وراها التصريف التاني للفعل يعني الجملة اللي ورا وين تبقى ماضي بسيط ارجع وذاكر القعدة دي تاني تعال نشوف بقى بيقول لي وير هتبقى هنا وير أكبر حرف ال-W وخليه capital وفي الآخر هنحط ال-question mark طيب الجملة التانية بيقول لي my cousin هكبر حرف ال-M في my وما فيش حاجة تتعمل في الآخر هنحط الفلسطوب بتاعتنا نشوف التست رقم 10 رقم 10 أول حاجة الليسن بتاعه بيقول لي الريان هتبقى true number two the waterfalls are 76 meters high هتبقى false هي ما كانتش 76 هي كانت ما كانتش 76 آه كانت 67 كانت 67 number three بيقول لي there are different birds there هتبقى true number four بيقول لي there is no sound of that falling water ما كانش فيه صوت اي مية ما كانش فيه صوت للمية في الشلال يعني قال لنا لأ في النص كان فيه loud صوت loud يعني صوت عالي فهتبقى false يبقى true false true false تعالنا نشوف الليسن اللي في صفحة 321 هنا بيقول لي I like reading about هتبقى animals بيحب الكروة يعني الحيوانات two I read a book about there هتبقى the gong the gong يعني اللي هو الكاو بتاعت السي اللي هي بقرة البحر يعني it's good lovely friendly هتبقى face it's good a lovely friendly face يعني لديه وجه ودود وجميل number four بيقول لي it spends many hours إنه قضت بعض الساعات كسير من الساعات eating بتأكل إيه هتبقى grass from the sea الأعشاب من البحر من البحر match بيقول لي he did his هتبقى homework happily هو عمل الواجب بتاعه بسعادة خلي بالك إن كلمة homework بيجي قبليها هي إما دو يا إما did do في المدارع و did في الماضي number two بيقول لي what are you taking هتبقى if on the sea mountain trail يعني ماذا أخست معك في الممشى الجبلي بتاع البحر الأحمر number three بيقول لي a tree is a tree is a very هتبقى tall plant with branches نبات طويل به branches فروعة number four بيقول لي a village is much هتبقى number B هتبقى B smaller than a town or city يعني القرية أصغر بكثير من or city من التون والcity number five بيقول لي كايرو is a famous هتبقى number C city in Egypt يعني القاهرة أشهر مدينة أشهر مدينة في مصر تعالى نشوف reading بيقول لي my aunt نجوة doesn't have children يعني خلتي نجوة أو عمتي نجوة ليس لديها أي أطفال she likes keeping peats at her house هي بتحب أن تربي الحيوانات الأليفة في بيتها her house is big منزلها يكون كبير she has two peats لديها اتنين من الحيوانات الأليفة a cat and a dog كطة وكلب she keeps her cat in a small room هي يعني بتحتفظ بالقطة في small room غرفة صغيرة in her house في بيتها and the dog has a little box in the garden والdog لديه يعني box يعني صندوق صغير في الحديقة the cat's name is buggy يعني اسم القد buggy and dog's name is rama واسم الكلب rama aunt ناجوة looks after her peats يعني الخالة ناجوة تعتني بالحيوانات الأليفة بتاعتها she feeds بتعمل ايه بقى عشان ده اجابة سؤال رقم 3 she feeds and cleans هي بتطعم وتنظف her peats her peats يعني حيواناتها الأليفة everyday يعني كل يوم then ثم they walk with her in the garden بيتمشوا معاها في الحديقة طب يلا نجاوب بقى الأسئلة بيقول aunt ناجوة has to هتبقى peats there is a in aunt ناجوة house يوجد ايه في بيت الخالة ناجوة هتبقى garden number three بيقول how does aunt ناجوة look after beats ازاي العم ناجوة او الخالة ناجوة بيتعتني بالbeats تاعتها قلتلك هوا نبدأ من اول شي feeds كل السطر ده لحد الاخر لحد كلمة in the garden ودي اجابة سؤال number three طيب تعال نشوف السؤال الثاني سؤال number four بيقول what's that dog's name هيبقى اسمه rama اهو هكتب الجملة دي كلها that dog's name is rama تعال نشوف a reorder بيقول ايه اول حاجة طبعا عندي هنا في reorder عايزني ابدأ ب my my dad traveled all over egypt my dad traveled يعني ابي صافر all over egypt جميع مصر جميع انحاء مصر egypt number two بيقول return the book يعني رجع الكتاب to its place الى مكانه تاني number two هبدأ ب return يبقى return the book to its place رجع الكتاب الى مكانه number three بيقول لأبدأ ب where يبقى where did they eat in the park تاني where did they eat in the مكان هتبقى park in the park اخر كلمة park يعني اين اكل وفي الحديقة number four هبدأ ب does does our next class start at 2 pm وحط question mark تاني does our next class يعني هل الحصة بتاعتنا اللي جاية هتبدأ ساعة 2 pm wait what طبعا هكبر حرف w وخليه capital وفي الاخر احط question mark الجملة التانية i have وخليها capital وفي الاخر هحط full stop الparagraph حاول تعمل 10 جمل او اكتر من كده طيب تعال نشوف الليسن بتاع test number 11 test 11 بيقول لنا اين number one بيقول playing football in the street has pros and cons هتبقى true يعني لعب الكورة في الشارع لديه مميزات وعيوب هتبقى true playing in the street is dangerous for children يعني اللعب الاطفال في الشارع خطير هتبقى true number three you can play in the street when it's raining هتبقى false number four بيقول ان افضل مكان لكي تلعب كرة القدم في النادي هتبقى يبقى true true false true تعالنا نشوف الليسن التاني بيقول the building is very هتبقى tall the apartment is in هتبقى لجزاندرية الشقة كانت في اسكندرية تكون في اسكندرية رقم ثلاثة my father will buy new هتبقى furniture furniture هنا اليوت نطقت شا المقطع ده شا furniture يعني اثاس خليبا لكم furniture ده يعني الاثاس بتاع المنزل number four the building is in front of that تبقى c تعالى نشوف صفحة 323 الماتش بتاع بيقول اين بيقول هنا read and match هنقرأ ونوصل my friend is هتبقى number d a nice person يعني شخص لطيف number two many tourists come هتبقى f2 visit ايجيبت كثير من السياح بيجوا لزيارة مصر number three بيقول my uncle works in هتبقى a big food factory in tonta يعمل في مصنع طعام كبير في tonta number four adam drove هتبقى بي the car fast number five i go swimming on mondays انا نشوف reading مع بعض بيقول lions are strong animals الاسود حيوانات قوية they live in africa بيعيش في africa you can see them in the zoo in the zoo يمكن انتراها في zoo حضيكة الحيوان and the sirks في السيرك ايضا they look like very big cats هي تشبه الكطة الكبيرة جدا they have sharp teeth and claws يعني لديها مخالب واسنان حد they eat meat بيأكلوا اللحم we can't go near them لنستطيع الذهاب قريبا منهم في السيرك طبعا they can do many shows يمكن هم ان يفعلوا بعض العروض show يعني art i enjoy watching them وانا استمتع بمشاهدتهم طبعا عمل لي كده في them عشان هيسألني عليها عيد على مين فانا بستمتع بمشاهدتهم بمشاهدت مين ها هتبقى lines الاسود يلا بيقول هنا the passage is about the تبقى line القطع عن الاسد the underline word them refers to the يعني الكلمة اللي تحتها خط refers to refers to يعني تعود على هتبقى lines الاسود لسه اللي نفق طب تعال نشوف السؤال number three بيقول what do lines eat they eat meat هم يأكلوا اللحم number four بيقول where do lines leave اين يعيش الاسود يبقى leave in africa هم يعيشون افريقيا تعال نشوف الري order ابدأ بكلمة don't يبقى don't be unkind to your friend لا تكون unkind يعني غير مهزب مع اصدقائك تاني السؤال الاول في الترتيب هيبقى don't be unkind to your friend this السؤال التاني في الترتيب بيقول لي ابدأ what is the matter what is the matter what is the matter دينا وحط question mark علامة الاستفهام يعني مما تشكو يا دينا مدام في هنا كومة كده يبقى طبعا الجملة دي اني دينا واقفة قدامي وبكلمها بقولها مما تشكو يا دينا يعني او المشكلة ايه يا دينا طيب السؤال الثالث في الترتيب هابدأ بقد يبقى could you go near the lines could you go near the lines وحط question mark number four في الترتيب هابدأ you يبقى you mustn't park يعني انت لا يجب ان تركن السيارة يعني in wrong places in wrong طبعا حرف ال W هنا ما منطقوش يبقى in wrong places في الاماكن الخطأ تاني you mustn't park in wrong places يعني لا يجب ان تركن في الاماكن الخطأ لو في جملة فاتتك وقف الفيديو وكتبها ورجعتين طيب تعال نشوف البنك تويت بيقول هو هو من للعاقل هو is from alexandria طبعا ال W هنكبرها نخليها capital وalexandria هو عملها already خلاص هو مكبر حرف a فانا شنيجي جانبها في الآخر هنحط question mark ونحط تحتها خط هنا this هنكبر حرف T شايف حرف T بيبقى شكل وعمل ازاي وانما تيجي تحط تحتي خط خلي خطين وخليهم بعيد عن بعض يعني ما تقرب ش الخط من حرف T تخلي عمل زي حرف I خلي بالك يبقى حرف T هنكبر و E Egyptian هنكبر حرف E وفي الاخر هو حط full stop وخلاص مش هحطها تاني 24 listen طبعا دي الاختبارات بتاعة الأظهر الشريف بيقول لي من is in primary هتبقى five من نفس سنة خمسة my mother is a هتبقى doctor مامتي تكون طبيبة هنا بيقول لي where طبعا هنكمل الفراغات read and complete the dialogue هنكمل ال dialogue ده المحاطة دي بيقول لي هنا كلمة animals يعني حيوانات go يعني يذهب وزو حضيقة الحيوان طبعا سهل جدا ما فيوش حاجة بيقول لي هنا where did you طبعا عايزة فعل في المصدر عشان did هنا لو لقيت did او do او does لازم اختار فعل في المصدر وما فيش غيره هنا هيبقى go number two I went to that هتبقى زو انا زهبت الى حضيقة الحيوان اخر حاجة طبعا I saw some هتبقى animals رأيت بعض الحيوانات طيب تعالا نشوف في الريدينج بيقول لي Egypt is a great country يعني مصر دولة عظيمة people in Egypt are very kind الناس في مصر يكونوا عاطفين او طيبين جدا طيبون جدا tourists come to Egypt السياح يأتي يأتوا الى مصر from everywhere من كل مكان everywhere يعني كل مكان they go to giza to see the pyramids هم ذهبوا الى الجيزة علشان يشوفوا الـ pyramids يعني الاهرامات in alexandria they visit the alexandria library بيقول في اسكندرية هما زاروا مكتبة الاسكندرية I love Egypt very much انا احب مصر كثيرا تعالا نشوف بقى الاسئلة الاسئلة اللي على القطعة دي بيقول لي Egypt is a great هتبقى country number two people in Egypt are very هتبقى kind number three بيقول لي نقطة come to Egypt هتبقى tourists tourists السياح او السائحون number four بيقول لي السياح بيجو الجيزة علشان يشوفوا هتبقى الـ pyramids الاهرامات يبقى number four pyramids number five بيقول لي في اسكندرية بيزوروا ايه هتبقى مكتبة الاسكندرية بقى Alexandria library طيب تعال نشوف الـ choose بيقول لي كلمة يستردي على طول وانا مغمض مدام في عندي كلمة يستردي او last او ago بتدل على الزمن الماضي البسيط يعني على طول اختار التصريف التاني للفعل طبعا لو ما فيش عندي didn't في السؤال لو ما فيش عندي didn't في سؤال او جملة منفية في كلمة يستردي لوحدها اول ملاقي كلمة يستردي لوحدها كلمة دي اروح اختار الفعل اللي في التصريف التاني يبقى اختار went ما اختارش go ولا going يبقى ليه بقى عشان كلمة يستردي بتدل على الزمن الماضي البسيط ف الزمن الماضي بسيط ده اي يعني يعني تصريف التاني للفعل يعني مش go لأ wind طيب صفحة 325 number two هنا بيقول لي نقط falls from clouds هتبقى rain المطر بيقع من clouds يعني السحب number three بيقول لي eat the in the library هتبقى don't don't جملة امرية منفية يعني امر منفي هبدأ بdon't او never مفيش طبعا عندي never هبدأ بdon't ماينفعش ابدا جملة امر منفي ابدأ بdidn't او ابدأ بdoesn't ماينفعش تبقى غلط لازم ابدأ بdon't او never بقى لو كانت موجودة بس don't طبعا اللي هي عندنا في المنهج سنة خمسة طيب number four بيقول لي احمد بيعم كويس he is a good هتبقى swimmer واضحة swim swimmer swim swimmer number five we go to the club fridays طبعا ايام الازبوع بيجي قبلها ايه بروفو عليك حرف جر on يبقى on fridays في ايام الجمعة كل جمعة يعني حط الاس هنا عشان يبقى لك انه كل جمعة مش يوم جمعة واحد هتبقى on طيب تعالي نشوف choose and correct the answer بيقول لي dad reads a story about طبعا ده عن عن story القصة اللي في اخر الكتاب بيقول لي ان الاب كان بيقرأ قصة عن هتبقى الدنيا سورات dinosaurs number two رامي find this old هتبقى bones وجد عظام قديمة في الصخرة قريبا من الممشى طبعا براجراف حاول تكتب عشر جمل تعالي نشوف activity رقم 13 الازهر الشريف بردو نحلو مع بعض اول حاجة listen بيقول لي رامي وينت for a trip to هتبقى france رامي روح رحلة الفرنسا number two رامي saw some فيما ستبقى sites رقى بعض المعالم السيحية المشهورة هنا read and complete عندي theme احفظها theme بيجي وراكلمة park theme park يعني مدينة الملاهي او حضيكة الملاهي on حرف gare طبعا we should معناها ينبغي طب تعالي نشوف are you free the week end هتبقى on on the week end number two sure what not we do يبقى what should we do ماذا يجب ان نفعل هنختار should في الفراغ في الفراغ التاني number three هتبقى my mom wants to go to امي تريد ان تزحب هتبقى theme park هتجد كلمة park احفظها كده theme park يعني مدينة الملاهي صفحة 326 reading بيقول لي in summer holidays في اجازة الصيف my friends like to visit a lot of places يعني اصدقائي بيحبوا زيارة كثير من الاماكن they went to cairo هم ذهبوا الى القاهرة last summer holiday في اجازة الصيف اللي فات they traveled by train هم سفروا بالقطار they visited many places ظاروا كثير من الاماكن they visited the museum ظاروا المتحف and saw ورقوا كثير من الاشياء القديمة وكانوا سعداء ايه جدا يلا نشوف in هتبقى in هتبقى in summer holidays في اجازة الصيف يبقى number one هتبقى summer number two they went to هتبقى كايرو راحوا الكاهرة last summer holiday number three بيقول لي they traveled by هتبقى train هم سفروا بالقطار number four they visited the هتبقى museum زاروا المتحف number five بيقول لي they were very هتبقى happy هم كانوا سعداء جدا تعالوا نشوف choose the correct answer بيقول لي they have a tooth ايك يبقى they بييجي معاها ايه بييجي معاها don't واي اسم مفرد من فيهم بdoesn't طب هنا عندي he او she او it لا ده عندي they يبقى i وwe وyou وزي واي اسم جامع هنفيهم بdon't اما he وش وit اللي بياخدوا اخر الفعل s هياخدوا doesn't اللي فيها s افتكر doesn't فيها s فهتجي مع he وش وit واي اسم مفرد اما they هنا هتاخد don't طيب يلا زهبت الى حديقة الحيوانات البرية number three بيقول what did you هتبقى did you طبعا هنا عايزني اختار هاختار الفعل اللي في المصدر ليه اختار فعل في المصدر عشان عندي did did بيجبراها فعل في المصدر مش did الواحدها did وdo وdoes وكان وكود طبعا في حاجات تانية كتير بس انا بقولك اللي في المنهج عندك يبقى did هيجي ورها فعل في المصدر so هنا مصدر لا so تصريف تاني ما ينفعش طب c هنا اخرها s اخرها اضافة والمصدر يعني فعل بدون اضافة يبقى هي c لو التصريف اول للفعل بدون اضافة يبقى تاني did بيجيو رها فعل في المصدر يعني زهبت الى المكتبة two stories يبقى توريد عشان تكرأ القصص number five i am very هتبقى tired هنا صفة يعني انا مرهق او متعب جدا tired تعال نشوف القصة بيقول رامي كان عايز يبقى عالم اثار في المستقبل number two هتبقى الضني صورات we're very big animals حيوانات كبيرة جدا يبقى dunya source طبعا ال paragraph حاول تتكلم عن الbedroom او المنزل عموما واوصف غرفتك اعمل عشر جمل من دماغك فاعل فعل مفعول وحاول ان الجملة تبقى قصيرة علشان ما تغلط فيها كلما تطول في الجملة كلما تغلط فيها فاعل فعل مفعول تمام بهنا يكون انتهى الفيديو بتاعنا النهاردة ما تنساش تعملي لايك علقلي باسمك وانا بامر اللي هرد عليك قولي اذا كنت استفدت من الفيديو ولا لا وما تنساش تعمل شير للفيديو مع اصدقائك على الفيسبوك علشان الكل يستفيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة